السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في الفيديو هذا وكما قرأته في العنوان راح ندير المشترك مع الشاف فيصل اللي تعرفه كامل وبالك الكائن اللي ما يعرفه شوية اليوم سيلوكازون باش نعرفكم عليه فيصل هو أنشاف باتيسي اللي يعني دي فيديو سور يوتيوب كيمانا وعندوه وصفات بزاف ناجحين نكتن تلاقى بزاف دي كومنتر في الفيديو تاوي كاش واحدة يعني تكتب لي دمان دي لين رسات ترابن دي لها واحدة أخرى تقول لها باللي راحي لشاف فيصل اللي كوندرها وفريمون يعني عندو دي رسات ناجحين آ 100% أنا دوك اليوم اح نحط لكم رابط تعالقانات تعو متوما بينسور دخلوا وشوفوا الوصفات تعو اشتركوا وفعلوا الجرس باش يولوا لحقوكم كامل وصفات تعو وهو يعني اليوم احيدي لكم نارسات تعالي سيوسات هادو ما يريكم شوفيهم في تصويره فريمون يشاهوا بزاف انا كما انتو ما نسونا في الوصفة يعني دوك يحطها دوك ندخل نشوفها باسك عجبوني واني حد نسيهم دوك انتوما تانيك نحط لكم رابط تعالوصفة هادية اللي دارها لتحتها في صندوق الوصف ادخلوا وشوفوها ان شاء الله هتعجبكم وانا اليوم تانيك راح نديلكم الغرسات تعالي البريوش يعني عندنا همورة كموالفتو مع البريوش هاد البريوش تعاليوم والبريوش دفيرا ولا البريوش تريسي اجي على شكل دفيرا والعجينة تجي هايلة بزاف يعني هاد البريوش ويجي خفيف خفيف تان ما خفيف يعني ما تحسوش راحكم قاعكم تاكلو يجي خير من اللي يتبع برا ننكن خليكم على الوصفة وان شاء الله هتعجبكم هنا هايا عندي رطل فارعنا بالكاس تجيكم تلت كيس هنا ونص الكاس اللي يرفض 250 ميلي لتر زيت لها تانيك مغرفة كبيرة تع خميرة الخبز نص كاس تع سكر نزيت تانيك شيئة ملح 1-4 مغرفة كبيرة اللافاني عندي 1-5 مغرفة كبيرة وان بعد نزيت حفرة في الوسط نزيد زوج حبات تعباد وراح نهنيكم نحن نعطيكم الكيل اكزاكت تع الحليب اللي نطم به العجينة هنا عندي كاس ناقص 4 حليب يكون ندافي نديروا معهم او دوك تحبوا تطموا اللافات تعكم باليد وتعجنوها ولا تطموها بالبيتنا انا اليوم حاجز تعمل البيتنا يعني مشي حاجة كبيرة كنت درت بريوش واحد ولا زوج يعني وعجنتهم بيدي اه نحط لكم تحت تاني كرابة تع البريوش اللي عجنته باليد وشوفوا يعني كيفاش يتعجن هنا نحطوه في البيتنا ما نزيد لوني ما نحليب قلت لكم يعني كاس ناقص 4 حليب دافي راح يطملكم العجينة ويجي سواسوا دوق نخلي هاد العجينة تعي تعجن واحد سبعة دقائق ونحبس كنا نحبس نجيب زبدة لامارغانين اللي تكون طرية كانت شوية بساجبتها مفجدر نرتها شوية في الميكرون تقيس ما طرات ونزيد ها الكامل هاد العجينة ونعود نكمل العجين واحد ثلاث دقائق حتى الاربع دقائق حتى وانتو اللي عدنا يمبط ليس وتشوفوها يعني شوية تشايدة روحة ما تكون بزاة جارية هاي لك العجينة عمر ما تعجن التمليح وهذه كزبدة كاملة دخلت في العجينة دوك نحي ها ونرش عليها الفارينة نرفض ها نزيد نرش الفارينة من تحت فريسيبيون ذاك باش نبعد نجو نحوها ما تكون شلاسقها بزاف ونبعد نجيب البابي فيلم نغطي هاد العجينة بالبابي فيلم ونحطاف جيها تكون شوية دافية نخلي هات خمر ملاح ملاح هاي لك العجينة عمر ما خمر ملاح نحبط لها من الخمر كامل ونحبط الفارينة في الطابلة التي نحلها فيها نحبط العجينة كامل نعمر ها فارينة بزاف يعني طريقة ملاح ستلسق لكم فيتكم يعني استعملوا الفارينة ملاح باش تقدرو تفاصل بها نضير هكذا حربوش ونقطعوه على ستة بسك راح ندير زوج خبزات يعني زوج خبزات وكل واحدة نسحق فيها ثلاثة طروة يعني بول باش ندير هذيك تفيرات عنا ثلاثة لنقطعوه هذيك هذيك نستخدم لنقطعوه نقطعوه وهو شاك بول نحرب طويل ونقطعهم حراب كامل قص واحد هاي لك دوك الخبزة الليلة راح نبدأ نفاصلوني فيها كما قتلكم كل خبزة حدي لكم 3 حرابش نحكم دوك الحرابش للسقام كامل مجيها وحدة يعني البديات احا ننسقهم كيف كيف ومبعد نبدأ نطفر يعني ندير دوك تشوفوا كيفاش يعني كل حرابش نديروا فوق الحرابش الآخر باش تخرجوا نطفيرها هاولك مرمد كملت تفرت الخبزة تعانا دوك هادك الجهة اللي اللي سقناهم منها يعني من دوكوتي ندخلهم من تحت يعني نحكمهم هكذا ونحبطهم تحت العجينة ومبعد نحن نجيب سنية والدة كنت دهنتها اقدر شوية بالزيت ونحط فيها هاد الخبزة تعال البريوش اللي درناها وننزيد نفاصل الى الخبزة الدوزيام ونخليهم يخمروا كما قلتلكم وتوجر نقولها لكم ندير الفور تاعي يسخن ومبعد يسخن ملاح بعد نطفعه وندخل هاد البريوش تعانا في الفور يدين نحدي مينو تاقدر حتى الاربع ساعة ويكونوا خمروا ملاح ولا يعني اللي عندهم لا تمبراتور في الفور يعني تحت سيكونت تكون بين 40 دراجة حتى 50 دراجة يشعلوا 40 دراجة هكذا ويدخلوا للبريوش تاحهم رح يكون الفور دافي قعد شاعل دافي ورح يخمر لهم بالعقل تاني كما يديش الوقت 11 دقائق حتى الاربع ساعة هنا مرة ما خمر الخبزة تعانا تاع البريوش خمروا جبت حبات عربية تكون درت لها مغير فاس صغيرة تاع السكر خلطهم ملاح وندهان كامل البريوش تعانا من الفوق بهذا البيضاء وهنا رح ندير ديكور سامبل هكذاك جبت شوية شي كولها كانت عندي كنت قطعتها كامل بالموس حتى وين توليت هكذاك مفتتها كامل ونديرها في هكذاك الجواية وين تكون طفيرة يعني يكون هكذاك يكون اسباس وين قدر نحط هكذاك الشي كوله نعمرها كامل في هكذاك الجواية ومبعد بينا نصر ندخلها للفور يكون شعلته وحد خمس دقائق من قبل على ميتين دراجة نخلي هاد البريوش تعانا يطيب حتى وين يحمر ملاح ما تخرجوش هكذاك سفر بسك البريوش هازم يجي حمر ملاح بش يجي بنين فال البريوش تعانا مرمى طبع يعني دالي واحد واحد عشرين حتى لخمسة عشرين دقيقة شوفوا كفش تحمر ملاح مرمى خارج دهنتوا بالنباج ولا العجالي وش عندكم في الدار ولا المعجون يعني انتو ما وش عندكم في الدار راهو جايشة هي بزاف مع الصباح هذي كالريحة استوكي توجدو يعني تنضو الصباح وكالي وتوجدوه فريمان بنا ويجي خفيف بزاف كيمقتلكم دوك شوفوا كيفاش يعني كين عب زوبر كيفاش يجي ان شاء الله ستكون عجبتكم هاد الاريسات تاليوم ونتمنى تسيوها بسك بريوش هايل بزاف وما تنسوش تانيك تزوروا قاناة شف فيصل وتابوني وعندو وما تنسوش تانيك ادعجبتكم الفيديو تاليوم ديرو جام وتابوني وتابوني وتاك تيفي بلا كلوش باش يلحقوكم ماريسات ما بقى علي غير نقولكم سلام شكرا